لا أجر نبغي لا وساما لا صدا هي خطوة هي خبرة ورفاق وصارت تطوى وعية ووسيلة ولأجله عزم لنا دفاق أهلا وسهلا بكل الحضور معي النهاردة في النهاردة اللي فاتت أخذنا زمن بالمجالة البسيط عرفنا التركيب بتاعه عرفنا ما هو بيتكون مع مصدر الفعل أو الفعل بندفله S أو ES أو I ES زي ما أخذنا النهاردة اللي فاتت وقلنا مع المفرد وهي والشي وإت مع المفرد وهي والشي وإت بحط S للفعل في نهايته بقى مثلا He works أو He works He works well تمام أما بقى مع I وي 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 وزي ده ينجي بالفعل زي ما هو في المصدر وزي ما هو مينير أي ضافة مع الجامعة وI وي 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 وزي أوكي ده بالنسبة للتركيب بتاعه وقلنا في الأفعال العادية بهو بحط S زي work بيبقى works ده بالنسبة مع المفرد live بيبقى lives stay بيبقى stays مع المفرد فيه بعد القواعد في التركيب أخذناها قلنا الفعل لو انتهى بحرف Y وقبل حرف Y حرف ساكن وقلت الحروف المتحركة المرة اللي فافت اللي هي A والE والI والO والU لو الفعل انتهى بحرف Y حرف ساكن يعني يريد الحروف اللي أنا قلتها ده بقلب Y لI وبضيف ES أو بأحذف Y وبضيف I ES أما فعل زي stay stay ده stay زي ما هو بضيارش حرف الوائل لانه عبليه حرف متحرك أوكي وقلتوا برضوا ان الافعال اللي منتهية لS H أو C H أو O أو SS أو حرف X لابدت لها P S زي مثلا انفعل wash بيبقى washes بحط له ES عشان منتهى بCH طعم؟ حرف حروف الاس اس لفعل kiss بيبقى kisses watch watches box boxes relax relaxes تمام؟ go goes جمع الافعال اللي هي منتهية للحروف ديت بحط لها بقى ES بيب فيها ES لابة النسبة ليه؟ التركيب وأنا بقى استخداماته آآ باستخدامه لما يتكلم عن حاجة حقيقية حقيقة علمية scientific facts أو حاجات عامة باتكلم عن حاجات عامة بتحصل في حياتنا عليه أو routine حاجات روتينية بعملها دايما فأنا بستخدام نزال المجالة البسيط لما يتكلم عن حاجات دي كنت بتكلم عن تركيب آآ زي من المجالة البسيط وأنا بقول التكوين بتاعه ودلوقات ان شاء الله هناجه على الاستخدامات زي ما قلت آآ باستخدمه لما يتكلم عن حاجة عامة وآآ باستخدمه برضه لما يتكلم عن حقيقة علمية زي ما قلت باستخدم المجالة البسيط باستخدم المجالة البسيط آآ في آآ بعبر عن حاجات آآ عامة آآ بوصف آآ انشطة بتحصل بوصف حقائق وعادات انا بقوم بيها حاجات عادية انا ايه بعملها تمام؟ آآ طيب آآ زي ما قلت هنا آآ حاجات عامة آآ حقائق كونية حاجات عادات وآآ الشيء الروتينية بقوم بعملها يوميا فرمانة 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 يعني مواقف دائما بتحصل زي مثلا فرمانة وانا اعيش في القاهرة وضع ثابت وضع ثابت لعبي دائش انا ايه آآ بقوم آآ بأو وضع انا ما بغيروش آآ حاجات ما نقدرش نبغيرها حاجات ما نقدرش نبغيرها بعنا مواعيد سابتة ما نقدرش ايه نبغيرها زي مثلا ايه time tables جداول المواعيد official meetings المواعيد الاسمية او الابتماعات آآ state verbs استخدام المدرعة البسيط مع state verbs اللي هي الأفعال السابتة زي verb to be verb to have suppose no اللي هي الأفعال اللي هي متنفعش تكون مستمرة مستمرة انا بس اخدامه لما اتكلم عن narration اللي لما بي احكي حكاية او اروي instructions في التعليمات او commentaries او تعليقات تمام ذا بالنسبة ليه استخدامات المدرعة البسيط اه بعد اذن الدعم الفني ممكن ينقلنا اللي بعده برضه بستخدامه برضه بستخدامه آآ لما اجي اه اتكلم عن short وبستخدامه في الحالة السفرية من F ان شاء الله قاعدة F هناخد لها محرورة او محرورتين كمين آآ زي مثلا F trains او مطبع بسيط بعد F السفرية لو امطرت I stay at home ابقى في المنزل بس تخدامه برضه مع الخرص الحالة الاولى من F سنقصر على الكثير من المال إذا عملنا بجد آآ برضه بيجي بعد آآ روابط زمانية معينة تماما زي when آآ before till after as well as بيجي بعد له مدارع بسيط وآآ ده بيعبر عن مستابل يعني لو المدارع البسيط ده بعد الكلمات ديت فهو بيعبر عن مستابل